مرحبا بكم في حكاية في الظلم في الحلقة الرابعة اليوم حكايتنا اسمها حرت وحارد ليلي المرأة متزوجة عندها زوزة صغار عاشت قبل في الخارج ورجعت روحت لتونس لاحظة لي رجلها ما يتكلمش مع انت بالحق معاتش يلاغي فيها معاتش يتكلم جملة معاتش يهموا فاقت بيه يخون فيها وصغارها كانوا هما في الوسط بالصدفة هما اللي فاقوا ببوهم يخون في أمهم المرأة حايرة قتلكم عاونوني بآراءكم هي بالنسبة لها ما عندهاش رزق آخر مع انتها عندها كان وجه ربي سبحانه ما عندهاش يكون يقوم بيها بخلاف معانتها الزوج متاحة ولكن في نفس الوقت قاعدة متقلقة تتكلم تسكت تصبر شوية صغارها ما عادش يحبوا يحكيوا مع ابوهم بما ان ابوهم معانتها شافوه الصورة متاعوا معانتها ما حكيتش هي التفاصيل مي قطيه هما معانتها اللي فيقوا ببوهم والصورة متاعوا تشوهد في عينيهم وطويكا هي حايرة تصبر ولا تتكلم ولا تقوله هو أصلا معانتش يحكي بالكل بريسك وبعد ومعانتها فما هو كبيرة ولات في العائلة بالنسبة ليا أنا حكيت خيانة هذية بارامون شيعة على الأخر برشا حاجات أنا ما عنديش اتصال مباشر بيها معانتها أنا بالحق عايشة وحدي ومسكرة على روحي ومعانتها عائلتي برشا أخبار ساعات نجم تقول تسعقني ما زلت عايشة في براءة كبيرة معانتها مانيش مصدقة اللي ثم حاجات معانتها ديما محلاها الدنيا والعائلة وما نعرش ممكن خطرين اهربت بروحي وبعائلتي وحبيت نعيش كما معانتها كما تمنيت الحمد لله يا ربي معانتها مانيش مصدقة معانتها مانيش مصدقة اللي ثم حاجاتها كيها ليكزيست معانتها والله هي نصيحتي المتواضعة بصفة عامة أنا بش نحكي مع أخوتي النساء ان جنرال بالحق معانتها ثم مشكلة في الكوميونيكاسيون حسة معانتها ذولي المرأة ما تحكيش تفزة مو مع رجلها معانتها ثم نقاط كي كلوش معانتها مانيش نحكي على إنسان مثلا من طبعو خاءن معانتها حشيكم معانتها من أصل وتبيعتوا معانتها مهما بش تعمل أنا نحكي على العباء العبد السوي معاناها معاناها الراهي العائلة في حاجة القوية تتبني عليها معانتها بالحق المرأة زي ما تكون ويعية برشة معاناها تنميش هي تجيب الزغار خطر بصراحة مكثر إنسان اللي تجيب الزغار تولي معانتها رجلها حاطته هي بيدها دوكوتي وإلا تقول لك مريق السعالة ما عونه مخصوله ومعانتها ودبشه مطويه راهو معانتها سيباسالة فيه معانتها يلزمك تتحكي مع راجلك يلزمك ثم زحكة ثم معانتها تتقابل معا تقعد معا تقعد معا معانتها برشة حاجات معانتها برشة حاجات بش تتواصلك العلاقة بعد الصغار وبعد حتى عشرة صغار أما إذا كان احنا مصغير لول تولي الأمومة الطاغية وتولي الإنسان معاش عنده وقت جملك الصداقة تموت ما بين الزوج وزوجته وكل الشغف وكل حاجات الكل معانتها تمشي على سعادها بصراحة بتبيعها العائلة بش تتحطم والراجل معانتها مش الناس كل معانتها ثم ناس تجذب وثم ناس يلقى آيار يراء آيار وثم نسية تجلب تلقاها هي الهدف متاحة زادة البر معانتها مهماش تتيح براجل عنده صغار معانتها مهماش فيمت لأخلاق ولا حتى شي معانتها نصيحة أنه العائلة بش تحافظ معانتها على روحها وبش تقعد معانتها ديما معانتها مواصلة طريق متاحها وكل شي صحيح والباز متاع العلاقة هي الكوبلره منع رشانة يعني مهما كان لازم الكوبل يقعد متفاهم خاطر هو راس المال طفي الظو وتكبر صغارها صحيح صحيح وبرشة كوبي ودرشنوه ولكن هو إيجا نقول لك ولكن هو ما هو شي يعني تعل أنا المرأة هذه حبيت نحكي لكم حكايتها وأنتم أنصحوها خاطر كما أخذوكم أنا معانديش حكمها في الأمور هذه النجم نعطي نسائح عامة أما راكسيون رد الفعل مانيش حكيمة فيه معانتها فهمتها قال لي ننصحوا أنه المرأة قبل ما توصل للتاب هذه ما تخليش روحها توصل للتاب هذه معانتها تتلهي برجلها وتحكي معاه خاطر المرأة راهي الزوجة معانتها هي كل شي هي الصديقة هي الأخت هي فيها يزم ثم برشة ثغرات تتملئة معانتها ومبعد معانتها إذا كان لقدر لا معانتها الراجل تطلع عصابة هوقع على الأقل هي تكون مرتاحة نفس سنينة أما ما يزماش تسيب خيوطه لكل معانتها الحقيقة معانتها نخليكم نهاركم طيب اليوم عملت لكم القصة قبل الوقت خاطرني قاعدة ليه يا برشة في الكوجينة وبالنسبة للي حبوا على وجهي راه وذي يحكيه يمتع خمسة دقايق باب زوان ميسالش اسمعوها كي من راديو وسلام سلام ليلتكم زينا